اشتركوا في القناة سنسلط الأضواء على الواقع الخدمي في قضاء الدجيل وكيف تعاملت حكومة المحافظة مع هذا القضاء حقيقة هذا القضاء يمكن يكون من أكثر الأقضية تضرراً كونه لا تتوفر فيه حقيقة أولاً هي مستشفى لاحتواء مرضى بالإضافة إلى أن الخدمات فيها منذ دخولنا من داخل القضاء ولحد الآن حقيقة لم نجد تلك الخدمات رغم هناك مشاريع لاحظنا قيد الإنشاء ولكنها لم تكتمل تابعونا ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع حلقة اليوم مخصصة عن الواقع الخدمي في قضاء الدجيل السلام عليكم السلام عليكم اليوم أريد نحشى عن الواقع الخدمي بقضاء الدجيل كيف هو الواقع الخدمي في قضاء الدجيل؟ والله خصوصاً قضاء الدجيل طبعاً واقع خدمي تعبان كل شيء تعبان هي مو مستوى الدجيل على مستوى العراق كلها طبعاً من بعد السقوط لحد هاي اللحظة هاي واقع الدجيل شوفوه واقع تعبان طبعاً صرفت عليها مليارات بزمن الأمريكان ووجدت وراء الحكومات المحلية والبرلمان وما فاد كل شيء وطلعاً وصار عندنا عظام مجلس محاوظة ثلاثة وحا هو عظو مجلس عظو برلمان بس أي تقدم في قضاء الدجيل من ناحية الخدمية اليوم خلي سؤالي في واحدة واحدة شنو اللي يحتاج قضاء الدجيل؟ والله قضاء الدجيل إذا رد أعدد لك الاحتياجات طبعاً مننا العقوب باشر ما خلص مزيد يعني مثلاً اس هذا شوفوه يعني مثل قضاء الدجيل يفتقر المستشفى لحد الله طبعاً أهم شيء طبعاً هي عندنا مستشفى ما عندنا نهائياً مع العلم إحنا عدد سكان شبير وصارت عندنا حالة وفيات وهواية بسبب موجودة المستشفى يعني هذا العدد المفروض هاي اللي بالدجيل المفروض مستشفى قدمية موجودة طبعاً كل الأقضية اللي بمحافة صلة حدين بيها مستشفى إلا الدجيل نسمع المسؤول الفلاني والله سويناه للمستشفى راح تجي المستشفى وهاي هي هيكل طبعاً موجود لحد الآن مستشفى تركيا وقفت على شكل هيكل وانتركت من ذاك اليوم وهذا اليوم وهيحنا دنعاني يعني أبسط الخدمات اللي هي مرات الأبرى ما نحصلها زين خلنا نروح عن خدمات البلدية خدمات البلدية شون هاليوم؟ والله الخدمات البلدية يعني السامي نيجي قول لك ياابا أريد الشفار يقول لك ما عندي غاز المي تنقطع الكاربا مثلاً على سبيل المثال ياابا وان الماء يقول لك والله ما عندي غاز ما حد يطي نغاز فما أشغل على الوطني بس والخدمات البلدية والله احنا حتى تكرم الزبالة احنا دفع فلوس المواطنين يعني نهائياً ما لها أي وجود بلدية ومختصر حتى استاذ العزيز احنا كعراق تعبان من كل النواحي واحنا سابسطش احنا كمواطنين كموظفين يعني الرواتب الرواتب ويوان الرواتب حتى الرواتب ماكوا يعني حتى البقير تأثب هذا الموضوع لأنه اللي عنده راتب وعنده عمل يريد يشتغل به ووقف الشغل مالته والعامل أيضاً ووقف شغله أكيد طبعاً أكيد فهي خدمات تأثرت كل الناس تفتقر الخدمات كافة سواء كهرباء سواء ماء سواء تبليط وحتى اذا كان اكو تبليط بدجيل فالتبليط فاشل ففاشل ففاشل خليسوا ليش فاشل تبليط وموجود وعرض صفة وأكو شغل والله يا استاذ هذا يعني انت سواديك على المحيط أشوف الكيامة صار لست شهر من تبلط بزروح شوف عبالك صار لستين سنة من تبلط عباك حطي له عبوات وطاقية لا لا والله العظيم والله هاي بعد هاي شغل مقاولين وانا اقول كياها بالاساس يعني حكياها بالحقيقة يعني زينة المقاولين مو ولد الدجيل ابن الدجيل خلاص ابن الدجيل لا يعمر بالدجيل سامح انت يقول لك الرجل المناسب في المكان الغير مناسب اكو ناس اصطاً ما ينتموا لكلمة مقاول او هذا فقاموا يأخذون هما مقاولات اضافة الان ماذا بكل الشغل على المقاول لانه المقاولة يتعرض لضغوطات من قبل مسؤولين اريد حصة بتعرف هذا من يأخذوه من عنده مبلغ وش رح يسوي رح يجزر بالعمل رح يجزر بالعمل فهناك هو ينقص يعني واحنا نتمنى طبعاً هذا صوتنا يوصل ولو حتى ذا وصل طبعاً هي حكومتنا حكومة ميتة جامدة جدت هنا لدمار البلد وان شاء الله شنو التغير اسمح لي شنو التغير بالدجيل من الاسمائة عشر لحد لا زار اسمائة عشر سنة والله هي من عدد اللي تقول لها شوف ان جدامك هاي بس دني بس دني هسه لا تدخل داخل القضاء وشوف الشوارع شوارع تعبانة المجاري هسه ختمضر الدنيا خالجينا المطار وشوف الفيضانات اللي راح تصير بالدجيل ليش الدجيل ما مختم بمجاري؟ بيها مجاري بس مجاري تعبانة ساد مجاري تعبانة كل اشتعبانة شكراً جزيلاً هل نروحيها تعلي جاي اليوم اليوم حتشيت على الواقع الخدمي اليوم شنو اللي ينقص الواقع الخدمي والله هي الحياة كلها نقص صراحة يعني وضع الوضع لازم اقول هسه لازم اكون بصيص عمل شويتها كلها هاكو تقصير حتى من المحافظة يعني خصوص الدجيل خاصة حتى حتى نحنا المستشفى مستشفى ماكو بالدجيل يعني اللي صواب اللي ينظروب هاي العمليات الارهابية اللي صارت اللي ينظروب لازم يودلوا البلد بينما يودلوا البلد وصو الطريق يخابروا يقولوا مات ليه سبب النزيم دجيل تقريباً 80 ألف نسمة ما بيها مستشفى مستوصف مستوصف بس مستوصف وما بي يعني ذي تالي إجراءات الكاربية زين هاي بجاء حالكورونا ورحتوا بالناس الناس وين رأي والله قاعدين ببيوتنا هاللي مصاب ببيتها اي مصاب ببيتها يروح المستشفى ماكو أيشي يعني غير بس البرازيتول والمغذي وهاكو فأحنا زين البلدية وضع البلدية شونا فيه والله وضع البلدية هي اذا ماكو فلوس إذا المحافظة ما تلطيها وشون تشتغل والله وحا طبعاً إذا تروح تطلب شفال يقول لك غاز ما عندي تروح تطلب شيء يقول لك يا بشيل هاي منطقة نطفة يقول لك غاز ما عندي حتى ما تريد تحاجي يا بلدية والله طبعاً هذه مشكلة شو أريد يشتغلون جماعة البلدية يعني حتى ما تبال لهم كلها على اليوم وانت الدائرة محافظة صلاح الدين أو إذا أنت تريد نجح دائرة غير أو اوفر لمقومات نجاح إذا أنت لم أفر لغاز ولم أفر لسيول ولم أفر لمشاريع وتقول لك اروح نشتغل يعني ما عندي خلنا نروح للواقع الصحي الواقع الصحي بعدها يعني والله واقع الصحي حسنا شوي بشر بخير يعني واضع جائعة كتيرانا يبشر بخير يعني يعلق الصحيح أحسن نعم بتحونا مستشفى دولة شخصهم ملعتبة ملعتبة فتحونا ويقول أنني جيد جيد حتى المريض ديروح عند يتلقى علاج وعناية ويدالتلح عادة مقل اللحظة أن غالبية الناس لا ملتزمة بقوعة السلامة يعني لا شفوف لكم ماما بالله الناس ملت الناس متريدون الناس هم تريد تعيش، الناس هم ماتت من الجوع أحد ترى ما لابسين مصابين ومتشافين فهذه المرحلة يعني الحمد لله الحمد لله والشكر والله هي بقت عادية مع الله، هو صار شيء روتيني الحمد لله، شكرا جزيلا طبعاً أكثر موضوع يعني، احنا طلعنا أكثر من مرة مظاهرة هنا يعني بلد ودجيل يعني طلعتوا أكثر قضايا طلع التظاهرات وحتى قطعنا الشارع الرئيسي وحضر هنا المحافظ ونطعنا وعود، بس تعرف أنت الوعود عبر على ورق، كل شيء ما ستبقى على شنو طلعتوا وعلى شنو نطعقوا؟ طلعنا بالدرجة الأولى لأنه عانينا معانات كبيرة في زمن كورونا يعني اللي صار قام يصير بيه مرض هذا يعني قام يتعرض للوفاة أكثر شيء فعلى مدن المستشفى بالدرجة الأولى لأنه أي مستشفى قلت لك احنا ما عدناه منهم نيش على شكل مستوصيب يعني مثل الواحد يدغضغ واحد يريد يضحكه هاي ولا يتاليه، كل شيء ما ستفادينا يعني من هاي الفترة كلها بعدين بعد من جاء تنظيم القاعدة ونطعين شوهداء بالمئات ولكن شنو النتيجة؟ نتيجة ما جوزونا جوزونا، قلت الخدمات، قلت الوظائف، بكل شيء ما نقصرين يعني شكرا جزيلا حقيقة يعني مشكلة قضاء الدجين مشكلة كبيرة جدا أعتقد أنه أعلى نسبة وفيات سجلت هي في ظل جاء أحد كوروناها في قضاء الدجين نتمنى أنه على وزارة الصحة أول إنشاء يا أخوان مستشفيات إنشأتوها من 2013 لحد الآن متوقف فيها العمل يعني خمسة سنوات ما ممكن لوزارة الصحة ودولة رئيس الوزراء أنه يلتفت لقضاء الدجين ويلتفت للمستشفيات اللي هي قيد الإنشاء لحد الآن لم تنجز هذه المستشفيات تواصل بياكم ولكن بعد الفاصل أجزاء المشاهدين عندنا لكم مرة أخرى وبرنامج أجزاء الشارع حرقة اليوم مخصصة عن قضاء الدجين السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحكينا على قضاء الدجين من رأي حكينا على قضاء الدجين قضاء الدجين نقص العدن الخدمات مثل؟ بلدية سيارات البلدية ما عدنة عدن تدخل السريع اللي ينتفع 8000 بينار بالشهر هو الذي يشيل إذا نقاله مددن ما علاقة تدخل السريع بالله؟ عدن خدمات؟ ما شركة نععدهم سيارات مال نفايات يجي تنقل الأوصاق من العدن من يا منطقة منطقة كلها؟ كل الجيل إذا تدخل السريع يشيل النفايات لعد دور البلدية ما يدورهم؟ ما أعرف هذا واجبكم تطلقون مدير البلدية واجبكم تطلقون مدير البلدية؟ وتعرفون شنو الإشكال نحن نخلقون على الدخل السريع اللي يشيل النقاط بلدية ما عدن خلاص المشكلة مالتنا ننقاط أمراض وكورونا يقولون كورونا لنقاط هي من ضمن اللي كورونا لازم خلصونا معه بالضبط بالتأكيد بلدية ما خلاص عدن ندخل السريع ووالدية شننقاط اليوم إذا أريد نسولف عموميات اليوم أكو مشاريع بالبلدية لو ما أكو مشاريع؟ أكو مشاريع مثل شنو المشاريع الموجودة؟ أكو مشاريع الموجودة؟ والله شوفهم ما شاء الله دفننا تراب إحنا طيب من ضمن الشغل لازم يعني يصير هالشكل لازم يصير هالشكل ماذا قصرهم يشتغلون به؟ فوق السنة أي فوق السنة الوقت المحددين هم ما عرفوا جد حتى إحنا ما نحمل المسؤولين للبلدية ترى لو أكو فلوس ابو البلدية والمقاول ما أصور أنه يظل قاعد أنه ما يريد فلوس ابو صحيح إحنا مواطنين ما نعرف ما نعرف فلوس ما منطين ما نعرف إحنا نريد مشروع ينجز ما نعرف إحنا ما نعرف المقاول إذا عنده فلوس ما يشتغل أكيد يشتغل لا هو أكيد منطين فلوس ما يريد فلوس ما مشكلتكم؟ حي الزهراء حي الزهراء لماذا لا يوجد حي الزهراء؟ حي الزهراء قليل لماذا قد عمر الحي قديم أو جديد؟ جديد؟ هذا الحي بداخل المدينة لا يوجد حي الزهراء قليل لماذا قد عمر الماء؟ ماذا صار له هاي أزمة الماء بماء؟ من قديم لو جديدة؟ تقريبا شهر قليل شهر هاي أزمة جديدة يعني أقل من شهر وشون الخدمات يمكن؟ والله الخدمات زينة بس أنا أقول لك يعني دعنا نروح عن الخدمات وقل البلدية الدجية إذا تصير مدينة ما هي تحتاجها قضايا الدجية؟ ما هي مشكلة المشاكل التي يتعانمها غير البلدية؟ الماء والكهرباء غير الماء والكهرباء الماء والكهرباء فقط؟ يعني مستشفى كو بيها لو لا بيها these مستشفى ما كوَ إههة بس متفسد ستوصفة تسلت روح اليه تقول لك Rocha مفسك المستشفى يعني جرح يحولون البلد يجرح البلد؟ الأعقل جرح يحولون البلد ماكو مستشفى؟ ماكو مستشفى موجودة المستشفى بس ما يقلك علاج ماكو لو قادر ما موجود لو ما عضنا علاج يحولك البلد غاوسة هي موها هي مراكز صحية أصلا مو مستشفيات حتكما؟ نحن على لمستشفه أثنين هذا مسلسفه wa al' Вид yaha sehi وقف العمل بهن صاجقه اصر متوقف العمل بهن كان الربع سنة من داعش منطبة داعش نارواتيب عماد والله عم الموضطين كلها عايشة على راتب حتى مون ما عايش عارواتيب حتى مون ما حياش عارواتيب ونقد أنقصت على الراتب لاماك مواد غذائيه ما اخر مواد غذائيه ما أخر كل شيء متوفر موجود لا لا متوفر الموجودة كمفردة تموينية كل تموينية ما في يجينا 8 أو 4 تسل دينة زيت الطحين بالله ماشي زين الطحين لا أترى بالمناسبة الطحين نتوقعكم هنا لو ما شهر الخامس لا 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 أنا متأكد سألت بعض الوكالة على هذا الموضوع إتاعت علينا حسنا ما لياشهر سلمنا ما لياشهر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا حياكم والله اليوم اريد نسأل دور وزارة التجارة وين بوسط كل هاي الأزمة رواتب ماكو هاي منتهين منعدها اريد اسأل عن دور وزارة التجارة واليوم ليش ما سمعنا لحد الان احد من النواب قال نستجوب وزير التجارة وزارة التجارة يعني عام 2000 منعال 2000 وممكن منتصف 2000 من اولا بدأت 2020 خلق نقول 2020 وليحد الان مفردات البطاقة التنوية لم يستلمها المواطن كاملة لحد الان ينطوك الشكر ما شهر الرابع وينطوك الزيت بشهر السادس ما عارف والله وين دور وزارة التجارة وليش اليوم وزير التجارة ما حتقدم طلب استجوابه وقال اكو تخصيصات مالية ورواتب ما كل يوم كان يحتاج بها الموظف الموظف والعائلة البسيطة اليوم هذه مشكلة كبيرة اليوم عن الحكومة ان تدارك هذا الموضوع تتواصل بياكم ولكن بعد الفاصل عزاء المشاهدين عزاء المشاهدين عندنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصدعش حقيقتنا تجواننا وجدنا امرأة كبيرة هي حقيقة تعمل وفي شيء جميل جدا انه انسان ما يتوقف عن العمل ولكن عمل عمل شاق باقي الطريقة ويمكن هاي شغلك بيع السمش فقط هي تقتصر اكوالي بينما تقتصر على الرجال لان فيها حقيقة ذبيح وقصابة سمش حجية السلام عليكم حجية شنالي جابرت على هذا الشغل جابت نشاسة والعازة العازة جابت لماذا حجية ما عندي معيل انتي؟ في غير حلق لك يا يم ويبعد غير حلق لك ما عندي معيل عده وليد ما يقدر يشتغل عندي شيتام ست نفرات ست نفرات عند الشيتام هم هم السابعة ها حجية ولد ابنت ولد ابنت حجية هذي طلع ليش تكفيش يعني فرحة للبيت يعني تكفي مسواك بيت لهم تكفي في كف ما عد نحني هاي يوم ويا هاي يوم وياه يوم وياه يوم نحن هاي يوم وياه حجية بيه ساعة تجين هنا بيه ساعة السباح بيه ساعة تبقين أبقى له له الثنتين للثنتين الضروح منسبة الصباح للثنتين ثلاثة حجية متى يعقلش هذا الشغول يعني هاي القاعدة والوقفة أسبيلها غصبا علي على الجهال يرحون على الوادي حتى الجهال مايروحون على الوادي أقللك على الجهال يروح للوادي من العازم من العازم من العازم من العازم حجية هاش قد تطلعين يومية من الله يريد إيرجيل 10 ألف و 15 ألف 10 ألف و 15 ألف عندي شراطب عندي؟ لا أعدي ما الرعاية ما ترعاية؟ بس السلام الله ينطيك الصحة والعافية ما أحد مواكورة و شهيد؟ ابنها توفى ابنها توفى بحادث مال سيارة حادث سيارة؟ ما طلعوا إنه وفاة؟ الله ينطيك الصحة والعافية رحم الله و الله أين ساكنت حجية؟ نعم داخل الديجي شكرا جزيلا حجية الله ينطيك الصحة والعافية شكرا جزيلا شكرا أعزائي المشاهدين نتواصل إياكم ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين عندنا لكم مرة أخرى وبرنامج أزائي الشارع حلقة اليوم مخصصة عن الواقع الخدمي في قضاء الدجين السلام عليكم السلام عليكم نحن نشرف بكم أنت الشرف الله يبارك أهلنا إن شاء الله أهلنا إن شاء الله الله يبارك بكم الموظف هو عايش عن راتب قلت هنا اليوم عندك البيع أي قلت حيل أكثر من النصف إلى هذا حالي الموظف عايش عن راتب 45 يوم لحده لم يستلم راتب ما يقدر يوفر أي قوت العائلت أي خدمات أي ومستنزمة ما يقدر فهذا أثرت كلها سلبيا على السجمال على كل الوضع الاقتصادي في كل الناحية الاقتصادية في الدجال في كل العراق فأثرت هاي من الناحية الواقع له خدمة زيانة الحمد الله أكو مشاريع لا تتعلم أكو مشاريع بس أم عرقلة لأن ما أكو لها سيولة لأن تتعرف هذه الوضعية لأن الهراق كله بيه حاليا عاني من هذه المشكلة بس نوعا ما عندنا ساعة حاليا أعمار أنه تكثير بمدخل الدجاء وإن شاء الله يبشر بخير إن شاء الله حلو إن المواطن يتفاعل أنه أكو مشاريع ويتامل خيرا إن شاء الله السلام عليكم حلو عليكم السلام شون وضعكم اليوم في الدجاء والله وضعنا يبشر الخير والحمد الله والشكر بس بالنسبة للناحية الأقتصادية شوية ظروف هاي روات تأخيرة شوية أثرت على السوق وعالوضع أي وحدة بالنسبة للوضع الخدمي الحمد الله وشكر مشاريع مستمرة ويشتغلون أي فضل الله والطيبين وبالنسبة للوضع الأمني الحمد الله وشكر ممتاز يعني ما شاء الله وضع الأمني جيد الحمد الله الحمد الله اليوم المواطن غالبية الناس شو تشتغل هنا بقضاء الدجاء تشتغل أكثر غالبية المواطن بالدجاء الموظفين الموظفين والأغلب الأكثر اللي هم الشرطة واللي ظل الأخر شيء الكسبة حوانته أتسائل على الكسبة شون عايشين الكسبة الكسبة والله شغل زيان يعني أقوى فرص عمل بالدجاء فرص عمل أقوى مستمر الحمد لله الحمد لله الحمد لله نشكر بنفس الوقت الحكومة المحلية مالك ما تجيه من قيمقام مدير الشرطة مدير بلدية ورد خمات المجاهدين أي جاهدين باللغة والشبيرة والحمد لله والشكر طلعت بتظاهرات اسمع لي طلعت بتظاهرات طلعت بتظاهرات استفادت شيء من التظاهرات سوى بس شنو المستشفى بعد الحدينا نطلق رح يسمع حج جواد رح يسمع حج جوادي وحج جواد يشتغل حج جواد فلشنا اللي شارع سواه شارع حي يخبل أو شغلة ممتاز وأخ خيتة ممتاز ممتاز حج جواد رأى نتمنى من وزارة الصحة لتفتل هذا الملف إن شاء الله وحج جواد في ملعام يعني طبعاً هذه مشكلة الرواتب مشكلة في عمو البلاد نتمنى من مجلس النواب يعني يجد حل يعني اقتراض غير اقتراض الدولة تخسر ما تخسر هذه مو مشكلة المواطن مشكلة الموظف أنه يجي راتبداء يدي خدمة إذا كان معلم ولا مدرس ولا كافة الهدو وحتى المقاتلين اللي دي واقفين على السواتر اليوم على الدولة أن يتوفر رواطم الموظفين هذه بالدرجة الأساس والمواطن ما لعلاقة شون تتوفر المواطن الريدرات ما بهاية الشهر تواصلوا إياكم ولكن بعد الفصل أعزائي المشاهدين عندنا لكم مرة أخرى وبرنامجة شارعتنا تجوا أن ناشدتنا هذه المرأة نازحة حقيقة من منطقة ما أعرفها شي اسمها ما قالت لي بعد شي اسمها نتمنى أنه أنت لموزارة الهجرة أن تلتفت للعوائل النازحة السلام عليكم حجية السلام عليكم ورحمة الله حجية منين أنتوا نازحين؟ من العجيلية العجيلية؟ أين صارت هذه العجيلية؟ صارت بين خسرت والبحشمة بين خسرت والبحشمة بين خسرت والبحشمة لماذا لم أرجعت حجية؟ لا يرجعون في مدرينة لا يرجعونكم بعد الوضع الأمني ما مستقر يعني؟ اي زين حجية أنت ناشدت تريدين منحة وزارة الهجرة وزارة الهجرة كل ما قدموا لكم؟ ما قدموا لنا راقب لا نطونا من المهجرين كل ما نطونا حجية صار لشيناب الدجير؟ صار لست سنين من المهجرة وكل ما سيمت لها مواد غدائية؟ كل ما استطلنا لا تغطية لا مواد هي دعوة لمعالي وزيرة الهجرة المنازحين المهجرين في محافظة صلاح الدين حقيقة يعانون اليوم أملنا فعلا أن تكون التفاة من وزارة الهجرة أبسط الأشياء أن تتوفرون السلة الغذائية لهذه العوال نتواصل بياكم ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أرزائي الشارع حلقة اليوم مخصصة عن الواقع الخدمي في قضاء الدجيل في ضيافتنا المهندس نزار جاسم ودير دائرة بلدية قضاء الدجيل السلام عليكم أستاذ نزار السلام عليكم نحكي لي عن الواقع الخدمي في قضاء الدجيل السلام عليكم بالنسبة للخدمات السمرة عدنا شبتيان صباح ومسائي تنظيفات الشوارع الداخلية والقارئ يعني الأحياء السكنية عدنا حملة برفع الأنقاض بالآليات التخصصية وعدنا حملة مسائية همين بالرفع الأنقاض والنفايات ومستمرها في الأسبوع القامل إن شاء الله أستاذ نذهب على الواقع الخدمي بشكل عام اليوم الشارع الرئيسي في قضاء الدجيل المواطن شكى كثيرا من تأخر تمام هذا المشروع العمل بي مستمر العمل متوقف العمل مستمر بي ونسبة الإنجاز جيدا يعني حسب الظروف هذه الحالة التي مر بها البلد ولكن المشروع مستمر بالإنجاز إن شاء الله وهسا عدنا تأهيل هو تأهيل الشارع الرئيسي من المدخل الرئيسي لحد مركز الحسين يعني بطول كيلوين ونص أغريباً شين المشاكل التي تواجبكم؟ والله من قلة السيولة قلة السيولة قلة السيولة قلة التخصصات المالية قلة السيولة فأحنا الحمد لله وشكر الأمور نستمر بالمشروع نرجع لك السلام عليكم أستاذ إذا أم كان يتحرفنا في نفسك مهندس رسول الخفاجي مهندس نيوان محبا صراح الدين مسؤول مشروع تأهيل شارع الجيل الرئيسي الصراح الشارع هو ضمن ثمية الأقايم 2018 يتطمن أعمال متعددة من كربستون وبياء أنقار وكهرباء حديثة ونصب شهداء ومعنا أمورات والترافيك لايت العمل خدمي جدا ويخدم منطقة الدجين لكن لاقى بعض الصعوبات من جائحة كورونا وشان الحبر وعدم توفر سيولة نقدية لكن الحمد لله الآن العمل مستمر أكو تدافل فقرات عندنا عندنا صب أصرفة عندنا بناء كربستون عندنا استهداث جزراء الوسطية وأكمال بنائها عندنا ترافيك لايت صب القواعد مالته والحمد لله تدافل العمل عندنا ومستمر العمل رغم أنه لحد الآن لم تتوفر في سيولة النقلية للمشروع لحد الآن وفي سيولة النقلية ما أكو؟ كيف تتوفر؟ يعني نحن نضغط على باتجاه المنفذ المقاول حتى يشتغل والرجل أبدأ تعاون بهذا الموضوع لكن رغم ذلك هي هم موضوع صعوبة يعني أنه بدون سيولة احنا ما مستمر من 20% على المشروع ولا نسبة الإنجاز تقريبا 75% فهذه همنا إذا نلاق الصعوبة في هذا الموضوع نحن نتمنى أنه تجي سيولة النقلية ونكمل العمل بأقصى فترة ممكنة يعني ديوان المحافظة شنو مشاريع عنده في قضاء الدجيل؟ أنتو كديوان محافظة نحن حالياً هذا المشروع الحالي الوحيد الذي نشتغل به في قضاء الدجيل يعني ضمن تنمية قديمة لكن عندنا مشاريع بلد أيضاً عندنا مشاريع تبليغ ومشاريع جديدة أيضاً تبليغ في القراءة التابعة لقضاء الدجيل تقريباً من الواقع 20 كيلة تبليغ طيب السيد نزال نرجع لك اليوم المشاكل التي يتواجهكم كدائرة بلدية اليوم أرضاء المواطن غاية الدجيل اليوم ما نرضي المواطني بين قضاء الدجيل؟ والله المواطن هو بس يتعاونه يعني عدم رمي النفايات العشوائية فالبلدية خواصة البلدية نحن لازم المواطني يتعاونوا بالتأكيد طبعاً نحن نقدمهم فهم لازم ينطون يعني من عدو مشكوية بعض المواطنين أصلاً لهم التدخل السريع ليشير النفايات؟ نحن التدخل السريع طبعاً نحن التدخل السريع على المناطف الزراعية منطقة الأحياء الزراعية عبيها نحن المناطق الزراعية الأحياء الزراعية هي أصلاً منذ الحدود البلدية نحن الحمد لله ونشكر داخل خواطئنا كابسات نشكي من قلة الكابسات كم كابسة في قضاء الدجيلة؟ نحن نسعدي تقريباً ثمان كابسات في القضاء يعني ثمان كابسات تكفي حاجة القضاء يعني تعداد كبير تعداد كبير يعني رادي خمسطاعش غالية كابسة يلا تقطع على القضاء كلية فإحنا يعني هال شو الموعة مشارية عندك متوقفة سادس؟ عندي بس مشروع موال تأهيل شوارع الداخل داخل داخل الأحياء داخل الأحياء داخل الأحياء متوقف بعضة تشركة الشرق الأوقات والشياء صار لها متوقف؟ تقريباً عشرين خيلوية متوقفة صارها من تجاع الكورونا حتى لا تقريباً من سنة تتعمل سنة متوقفة سادس أستاذ أنت بديون رقب المحافظة طيب اليوم هذه المشاريع التي يتلكها المواطن المواطن يتلكها بسبب تخصصات المالية ممكن يحالتها على شركة أخرى لو ألا المقاون نفسها ينفذ لا هي المشكلة مو مو موضوع الشركة هو مواطن الشركات يشتغل بدون سيولة المشكلة أنه بالمركز يعني المركز هو مدينة المحافظة استحقاقاتها يعني المحافظة تطلب استحقاقات كل الشبيرة يعني لسه أبسط شو إحنا عدنا استحقاقات سلف لحد الآن يعني حقيقية من 2014 حتى الآن تقدر بـ 200 مليار اللي تجينا التخصيصات 5 مليار 10 مليار ما ممكن أن نضغطها المشاريع هناك مشاريع متوقفة صالفة كل الشبيرة هذا المشروع الوحيد اللي دي يشتغل لحد الآن يعني يعني أكمل الـ 14 والـ 13 والـ 15 كلهم متوقفة فمن الصعب أنه مقاول يشتغل ويجازف يصرف من جيبة وميد للمحافظة يعني الدولة تنطي أو ما تنطي يعني هذا أمر مو سهل يعني بالتأكيد لأن هذه الدولة اليوم لحد الآن هي عانجة نصرف رواتبكم أصلا يعني اليوم ما ممكن الدولة تجازب تنطي مقاولة تنطي مشاريعها ما صد المواطن اللي هو أكبر نعمل من الصعب أن يجازف أي واحد يشتغل بالدولة وتروح لفلوسه وجوز ما يحصل أكو عندنا نحن بالمحافظة يطلبون من الـ 14 لحد الآن ما حصلوا فلوسه فإحنا رغم ذلك يعني علها الصعوب هاي لكن دي نضغط على المقاول بالتجاز لأن هذا الشارع الرئيسي مهم وهو حيوي هو الشارع الوحيد بالدجيل يعني فده نضغط على المقاول حتى يكمل عمله ورجل هو مستمر لكن يعني مو بالمستوى المطلوب اللي إحنا نريده يعني يعني البطء دي يشتغل المطبع التغسيسات مالية موقع نحن نضغط لهم نضغط لهم على التغسيسات المالية لو توفرت لسيولة وتوفر لعوامل النجاح ممكن ما ينتغرها لغاية بطبع إحنا المركز الساداء يوفر سيولة للمحافظة أكوة مشاريع ممكن تشتغل وتخدم المواطن في مجالات متعددة يعني ماء كهرباء مجال المجالي احنا جفطت هاي الأمطار يمكن الخامسة ومشاريع مجالي اللي يجي عندنا متوقف بلد متوقفة مع المجالي والعلم يعني هاي كلها تطلب سيولة بالإضافة انه اكو مشاريع على المركز على الوزارة استثمارية ايضا بدون سيولة الهمية المتوقفة فهذه كلها تأثر على المواطن مئة بالمئة يعني احنا اهم شي المجالي بني تحتية ترى بالدجير ما اقوي يعني المجالي ما اقام للي حد الان هذا شارع البلدية شارع البلدية عندي ثلاثمئة متور لان بالمجالي ما انطني موافقة به ما يقول لخاني عندي بيشي ايه اكو مجالي اصلا بالدجير كامل اجازة بس الربط هي تقريبا 45 بالمئة نسبة الانجاز بالتهاي يعني باقي اكو 55 بالمئة هاي على الوزارة هاي من الوزارة المجالي بشكل عام جميعها على الوزارة الشرقات لدجير لا اكو قسم على المحافظة الشرقات وبيجي على المحافظة والاستثماري عندنا بلد وعدنا بديجي الاستثماري على الوزارة وسامر ريم كم؟ سامر ريم صح هاي كلها متوقفة من 2014 ما رجعوا عادة سحبوها من المقاول القديم وما عادوها المقاول الجديد وتخصيصات ما اكو الها حتى يشتغلون بتدري انت هاي مشروع مجالي يتوقف يعني يأثر على المواطن يعني مية بالمية يعني يعني عارفة يعني ما تعطعي موافقة الا في حال شبكة مجالي مجالي كامل يالا تقدر تبلط انجر لان ابو المجاري اصل ما يمطيك موافقة نهاية هاي مشكلة طبعانية هاي مشكلة رئيسية نبو المجاري ما يمطي موافقة بتبليط الشوالح هاي من هو يتحملها المتابعة المجاري الوزارة نفس الوزارة نفس الوزارة شكرا جزيلا نشكرهم عنديك اضافة شي بكتبلي شكرا جزيلا حقيقة هي اليوم يعني هذه مشكلة الوزارات مشكلة كبيرة جدا تدخل الصلاحيات ما بين دائرة المجاري ومبيداء دائرة البلدية هذه مشكلة حقيقة كبيرة جدا نتأمل انه فعلا تحل مشكلة شبكات المجاري في عموم محافظة صلاح الدين ولما امكن مشروع عمره 6 سنوات ولحد لهذا نسبة الانجاز بـ 45% أو خمسة وخمسين بالمئة إذا كانت ستة سنوات لم ينجز المشروع ولم يرى المشروع النور ما نعرفش ما هو وقت تلتفت الدولة أو تحقق للمواطن خدمات تليق به بما قدمه أستاذ يعني خلينا نرجع لكم وشوين نرجع لكم على هذا النصب هذا النصب ما أحد حدثنا عليه شنو هذا النصب هذا النصب من ضمن مشروعته هي إشارة في جيل الرئيس النصب هذا يضم الصور مع شهداء على هذا النصب النصب مستوحى فكرته من فكر نصب الحرية مع بعض التحسينات والتحويرات فيه رح تكون التحويرات أنه تنزل شلال مال مي وتنزل بالشلال مال مي صور الشهداء وأسماءهم ونافورة داخلية تحيط بالنصب بالإضافة إلى العارضة اللي حيصر عليها صور الشهداء بالمر مرتبطة في تركيا أربع أمتار في عشر أمتار هاي العارضة ترتفع عن الأرض طبيعية تثمتار هذا النصب رح يضم أغلب شهداء الجيل يعني تقريبا 500 شهيد اللي هما بالنظام السابق والحالي شهداء الأرهاو شهداء الحشد شهداء النظام السابق فكلها رح تنجمع في هذا النصب يعني فد تخليد ذكرى شهداء فيها الدجيل شكرا جزيلا نشكركم شكرا جزيلا حقيقة يعني نتمنى أنه على إدارة محافظة صلاح الدين على الوزارات المعنية فعلا تلتفت المحافظة صلاح الدين يعني كنا نشاهد أنه هناك غبن كبير على محافظة صلاح الدين وخاصة بسألة التخصيصات المالية ولا دولة والشركات تطلب الوزارات تطلب الحكومة المركزية 200 مليار منذ 2014 ولحد الآن هذا سبب حقيقة فشل كثير من الشركات وتتحملها حكومة المركز اتواصل بياكم ولكن بعد الفاصل حزاء المشاهدين عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصدى الشارع حلقة اليوم مخصصة عن قضاء الدجيل ووقع الخدمي في قضاء الدجيل في ضيافتنا المهندس الأقدم محمد يونس مدير بلديات محافظة صلاح الدين مرحبا أستاذ محمد أحلى وسهلا بكم صار اليوم الوضع الخدمي في قضاء الدجيل حقيقة هناك شكاوة كثيرة المواطنين والخدمي في قضاء الدجيل لا يزال التأخر كثيرا وهم هناك مشاريع فيها أعمال وهم هناك مشاريع فيكم تورك اليوم الدائمية تصير حركة حجلة الإعمار في قضاء الدجيل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالنسبة للقضاء الدجيل هناك مشروع تطوير الشارع الرئيسي في القضاء هذا المشروع كان يسير خلال الفترة الماضية بوتيرة بطيئة نوعا ما بسبب التداخل الحاصل بين مشروع التطوير ومشروع المجاري طبعا هناك مشاريع مجاري في قضاء الدجيل كما هناك في باقي الأقضية طبعا كلها كانت متعثرة خلال الفترات الماضية بسبب عدم وجود التخصيصات المالية كنا نعرف حجم الأزمة التي مر بها البلد الأزمة الاقتصادية في بلدنا أدت إلى تأخر المشاريع وتباطئ في نسبة الإنجاز العمل لهذا السبب حصل بي بعض الأرباك الآن العمل يسير لكن ليست بالدرجة المطلوبة بسبب التخصيصات القليلة المحافظة صلاح الدين تردها تخصيصات قليلة جدا الحاجة الفعلية أضعاف مضاعفة للمبالغة التي ترد إلى المحافظة وهذا سبب التأخير الحاصل لكن بالمتابعة المستمرة وتأكيدات السيد المحافظة المحترم ومتابعتنا مع بلدية الدجيل يعني العمل قائم ويسير بس نأمل أنه خلال الفترة المقبلة يكون نسبة الإنجاز أفضل من الفترة الماضية سيد محمد واقع الخدمي البلديات حقيقة شكل مواطن من قلة سيارات البلدية في قضا دجيل فعلا أنه قضاء الدجيل يعاني من قلة الآليات عنده آليات كافية اليوم هو قضاء يعني يعد يمكن ثالث أكبر أو رابع أكبر قضاء بالمحافظة اليوم الآليات اللي عنده المتوفرة عنده هي كافية ليست حاجة قضاء أكيد لا يعني هي الآليات المتوفرة قليلة بالنسبة للحجم الخدمات المطلوب تقديمها للمواطنين يعني جميع أقضية المحافظة تعاني من قلة الآليات بالإضافة إلى قلة التخصيصات المالية عدد العمال يعني مطلوب يعني أكبر من العدد الحالي التخصيصات المالية احنا يعني دائما نطالب أنه الحكومة المركزية تنظر إلى البلديات يعني بنظرة خاصة يعني زيادة المبالغ المطلوبة يعني مطلوب توفيرها لغرض تهيئة العمال بالعدد الكافي اللي يكفي يعني يستد حاجة المدينة مدنة كبيرة بيئها كثافة سكانية وضعها يعني عانت خلال الفترات السابقة يعني من يعني فترة يعني أهمال بالإضافة إلى ترك المشاريع هذا كل يؤدي إلى تباطئ يعني مستوى الخدمات فنأمل يعني أنه يتم تخصيص مبالغ إضافية حتى نتمكن من يعني تحسين الملف الخدمي طيب الأستاذ أكو أكيد ماكو دائرة ما بيها موارد وخاصة دواركم والبلدية وكلها فيها موارد اقتصادية اليوم هذه الموارد الاقتصادية من خلال يعني إذا كانت جباية أو كانت عقارات معجرة تابعة البلدية ديجيل فيه هاي عقارات طبعا فيها عقارات لكن قليلة جدا يعني هناك العديد من المشاكل منها موضوع التجاوزات بالإضافة إلى يعني قلة الأملاك العائدة إلى البلدية وكل ما يعني يردها من يعني مبالغ إجارات وجباية وما شابه ذلك ينعكس على موضوع شراء الوقود والتصطيح الآليات وهذا طبعا يعني مبالغ هي تعتبر قليلة جدا قياسا بالحجم الفعلي اللي تحتاجه البلدية لغرض يعني القيام بعملها بالشكل المطلوب لكن إحنا يعني حاليا عدنا خطة عمل ودعنا نتابع بالاستمرار معاهم لغرض زيادة نسبة الواردات حتى نتمكن من تحسين الملف الخدمي إلى أنه مثل ما يعني الكل يعرف هي آليات البلديات أصلا يعني آليات يعني آليات قديمة ومتحالكة تحتاج إلى صيانة مستمرة تحتاج صرفيات الوقود إلها يعني كبيرة فإن شاء الله يعني خلال الفترات القادمة إذا تم تجهيزنا بآليات أكيد العمل راح يتحسن ويكون أفضل يوم شنو شنو اللي تحتاجوه حتى تتأمنون خاصة أغلب الأقضية هو أن تعدكم عقارات وعدكم أملاك مهجرة تعاون المواطن شنو اللي تحتاجوه حتى تتأمنون طبعا يعني هذا الموضوع هو مهم ونفس الوقت بيه تفاصيل كثيرة لكن يعني إذا نريد نركز على النقاط المهمة طبعا هي موضوع تخصيص الأراضي بأسعار يعني ذات فائدة للبلدية جميع البلديات يعني تفتق الأراضي وتتعاني من موضوع الاستملاك بالإضافة إلى الأملاك التجارية العائدة إلها طبعا يعني بيها الكثير من المعوقات منها الديون المتراكمة منها التجاوزات هنا يعني نحب نشير إلى دور رؤساء الوحدات الإدارية على أغلب دور رؤساء الوحدات الإدارية يعني ليس بالمستوى المطلوب وتعاونهم مع البلديات في موضوع التجاوزات لكون القرار 154 يعني نص على أنه قام مقام هو رئيس لجنة رفع التجاوزات طبعا تعاونهم مع البلدية ضعيف جدا وهذا سبب إلى يعني الكثير من الضياع بأموال البلدية يحتاج الأمر إلى متابعة مستمرة يحتاج إلى تكثيف العمل البلدي من خلال كوادرها ومن خلال دعمها من قبل رؤساء الوحدات الإدارية بتسغير الأجهزة الأمنية المتواجدة في كل قضاء مع البلدية موضوع الإجارات موضوع يعني مهم جدا بالإضافة إلى يعني الاستثمارات وقانون الاستثمار طبعا بي يعني موضوع نقول يعني نوعا ما يعني ليس ذات جدوى بالنسبة للبلديات لكون مع أهمية الموضوع لكن وارداتها قليلة للبلدية يعني إضافة إلى أنه تحتاج مشاريع حيوية ستراتيجية مهمة يعني كلها تفتقر إذها بلدياتنا ويعني بالإضافة إلى يعني يعني خلينا نقول التخصيصات القليلة اللي تردنا من الحكومة المركزية نحن خلال يعني هذه السنوات الماضية بعد أحداث داعش يعني كانت التخصيصات المالية اللي ترد للمحافظة قليلة جدا لا تكفي يعني نقول يعني تقريبا عشرة بالمية من الحاجة الفعلية للمحافظة شكرا للمحافظة نحن لا تستطيع سدقوة يومها مشكلة أخرى أن وزارة التجارة لحد الآن لم تلتزم منذ خمسة أشهر ولحد الآن لم يستلم المواطن مفردات البطاقة التموينية واللي هي أبسط شيء أنه تقدر توفره للمواطن واليوم المواطن بيعمل الحاجة لهذه ندعوك أولا لعادة النهر هو وزارة التجارة وتحديدا وزير التجارة حقيقة خمسة أشهر المواطن لم يستلم حصة من مفردات البطاقة التموينية هذه مشكلة كبيرة جدا وتتحملها أنت يا دولة رئيس المزراء إلى حلقات أخرى مع تفريق العمل وتحياتي أنا محمد السامرة إلا يفوتني أشكر مرافقني في هذه الحلقة أحمد الشهابي وبراء الصالح إلى حلقات أخرى في أمان الله